إقرار حكومي جديد بتفاقم ظاهرة انحصار المساحات الخضر في بغداد بعد تحذير وزارة البيئة من مخاطر محدقة واجه العاصمة تسمى بالمدن الجزرية التي تعني تساوي درجات الحرارة بين الليل والنهار عزية ذلك إلى النقص الكبير في المساحات الخضر والقطع المستمر للأشجار على إثر ذلك تبدل الجهات حكومية التهم فيما بينها بهذا شأن حيث وجهت وزارة البيئة صابع الاتهام إلى هيئة الاستثمار بالتجريف في المساحات الخضر والبساتين بعد منحها موافقات لاستثمار أراضي البساتين وبناء مراكز تسوق كبيرة من دون مراعاة تأثير ذلك على البيئة في العراق لا سيما بغداد التي تعاد من أكثر المحافظات تأثرا بظاهرة التصحر واختفاء الغطاء النباتي في المقابل واجهت وزارة البيئة الحالية اتهامات بالفشل في وقف التصحر وتآكل المساحات الخضر مراسد بيئية أكدت تزايد معدل تعرض العراق منذ عام 2003 إلى العواصف الغبارية حيث بلغ عددها نحو 300 عاصف في السنة مرجحة أن تصبح ظاهرة التقص الغباري شائعة بشكل متزايد في العراق بسبب الجفاف وتصحر وتناقص هطول الأمطار وهما أدى إلى أن يصبح العراق ضمن أكثر خمس دول تأثرا بالتغيير المناخي وسط تحذيرات اليمانة بغداد من أن توسيع الشوارع في العاصمة ينبغي أن لا يكون على حساب المناطق القدراء مع التجديد على ضرورة عدم قلع الأشجار وبالأخص سلك المعمرة التي يبلغ عمرها نحو 50 عاما فشل حكومي متعاقف في معالجة ووقف ظاهرة اختفاء الغطاء النباتي رغم التحذيرات التي تطلق بين حين وآخر من توسع الجفاف والتصحر وارتفاع درجات الحرارة لا سيما في بغداد في ظل ما يسمى بغابات الكتل الخرسانية التي تكتب بها العاصمة فضلا عن وجود نحو 14 ألف مولدة للكهرباء تفاقم انبعاثاتها أزمة تلوث الجو وانخفاض معدلات الأكسجين مقابل غازات سمية تبيد المساحات الخضر التي تقلصت نسبتها في بغداد من 28% قبل عقدين إلى 12% اليوم أمام الزحف العمراني غير المدروس